موسيقى نضع البنادج لبانا لكي تضطر المقلوبة وبنضع البنجية تحنيه وشبط يطعبها وتطعبها شبط تصدق الآن نضع البندورة كبيرة لا نضعها أصغيرا لا نضعها أصغيرا لا نضعها أصغيرا لكن لا ننضع بشبط بالحجم اللي مقطعتي هنا تشوف سأقول لك شو عملت أحسن أنسي شي خلينا شبت فرمت وحطيت هلا شبت ها هاي بقدونس مع كوزبرة اللي بحب يحوط بس هيك بس هيك بس يسير يعني كل ما حطينا فيها أعشاب كل ما كانت ذاكي حتى حطينا فيها نعنا تكتير بتعطي طعام ذاكي ونعنات أصلا على الطبخ هنا كم انا جبتهم خصوصي هذا بصل أخضر نحط بشبية زيت عشان نضغر يحتوي تمام نحن هيك ونحط الطحينية سأحطها على اللبن أول مع عصرة لمون بعدين أديرها هون تمام هلا حطينا حليب وطحينية وملح وفلفل أسود وعصرة لمون ونحط زيت زيتون عشان بالمرة نتبه لها مرة واحدة ماشي أستاذي تمام لهلا الأمور عجبتك أغلبك غلبة صغيرة وموريني تعطيني لو سماحت الصحن الزهر هذا الحلو يفاضي أغلبك أغلبك يسلموا إدك نضع الخرصات ونصبه هلا أبدأ أحط هذا اللي عملته في زيت تدبيلة خلسة مية اللي هو لبن وطحينية ولمون وزيت زيتون ومالح في الأسود وبدأ أديره على صلاتة اللبن هاي زاكية بس أنت عارف نحن دايما نعمل لبن بخيار هادي بس تغيير عن اللبن بخيار كتير زاكية ترجمة نانسي قنقر